على الهاتف معنا إسلام فهمي مراسل التلفزيون المصري في محافظة المينيا أهلا بك يا إسلام ما هو الجديد لديك بالتحديد؟ صباح الخير وكما ذكرت النهاردة شارت محافظة المينيا في فجر اليوم الأحد حادث فصاده ما بين القطارين في منطقة مقوسة ومنطقة مقوسة بتقع على بعد 500 متر تقريبا من مدينة المينيا في الجنوب من مدينة المينيا الحادث طبعا أصفر عن سقوط عربيتين من أحد القطارين داخل المجرى المائي لترعة الأبرامية على فور انتقلت أجهزة الإنقاذ النهري وأيضا قوات الأمن وانتقل أيضا اللواء عماد في دوان محافظة المينيا ومقصصات عدد من القيادات المحافظة غرفة الأزمات والكوالد في محافظة المينيا بتنسق مع جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع الحادث حتى الآن ورفا للبيان الراتس الصادر هنا من المينيا 20 مصاب هم عدد ضحايا الحادث حتى الآن لم نرصد أو يصدر بيان بوجود أي حالات وفيات في الحادث الحمد لله رب العالمين حتى الآن ما فيش أي وفيات في الحادث بنتمنى أكيد السلامة لكل المصابين المستشفيات طيب اللي راحوا فيه 19 مصاب راحوا المستشفى ومصاب توجه ليه مستشفى الجامعي في المينيا حكي لنا أكتر هل هذه المستشفيات يعني قادرة أن هي تستوعب المصابين يعني بفضل الله تعالى الحادث ده وقع فيه بالقرب من مدينة المينيا ومدينة المينيا فيها أكتر من مستشفى مستشفى كبيرة جدا مركزية وأيضا فيه عدد كبير من مستشفى الجامعية المستشفى المينيا العام قريبا من منطقة الحادث تقع تقريبا على بوع كيلو نص من منطقة الحادث وده سهل عمليات نقل المصابين حتى الآن يعني المعلومات الأولية بتشير إلى أن الموظم المصابين حالتهم مستقرة أيضا فيه زبط الصحة يتابع بشكل شخصي حالة المصابين في المستشفى المينيا العام اللي تم نقل لها حتى الآن 19 مصاب كما ذكرت طيب إسلام المصابين زي ما قالت بسانت 20 مصاب هل يعني وقوع عربة القطار في ترعة الإبراهيمية كان في حالات لها علاقة بالغرق بالتنفس يعني وصف لنا الإصابات عاملة إزاي تحديدا والل فيه إصابات خطر عندها كل ما فيها يا معظم الإصابات كانت في يعني العربيتين اللي سقطوا داخل المجرم المائي لترعة الإبراهيمية وطبعا الأهالي نفسهم تدخلوا فور أقوة الحادث وقاموا بإنقاذ معظم المصابين وأيضا الأجهزة المعنية وقوات الإنقاذ النهري توجهت على الفور إلى موقع الحادث وحتى الآن ما زالت الأجهزة المختصة بتباشر عمليات تحص أسباب الحادث وأيضا البحث عن في المجرم المائي اللي ترعت الإبراهيمية تحسبا لوجود أي مفقودين طب إسلام احكي لنا عن موقعك الآن يعني وحكي لنا الأجواء يعني احكي لنا كده أنا الآن عاقف فيه موقع الحادث متواجد كل قيادات محافظة المينيا وعلى رسوم اللواء أعمال كدوان محافظة المينيا بيتابع بنفسه في باشر عمليات الإنقاذ أيضا موجود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي كما تسمعين صوت القطارات بدأت حركة تسير القطارات لأن طبعا حركة القطارات عطلت لبعض الوقت وأدى هذا الحادث إلى قدوس ارتباك جزء في حركة القطارات لكن يعني الحمد لله حتى الآن نحن نتحدث عن مصابين لم نرصد أي حالة وفاة إن شاء الله نتمنى شفاء العاجل لجميع المصر الحادث شكرا لك إسلام فامي مرسل تلفزيون المصري